مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار للحديث عن موضوع مع ضيف الغرفة والذين نناقش فيه موضوع يتعلق بمرضى السكري حقيقة أن هناك اهتمام بهذه الفئة من خلال توفير الأدوية توفير الأنسلين إلى غيرها من الأمور هناك بطاقة الشفاء التعويض المجاني أو الاستفادة المجانية من الأدوية المختلفة من كذلك الأجهزة المتعلقة بقياس نسبة السكري في الدم إلى غيرها من التعويضات التي تقرها وزارة العمل وكذلك الحكومة بشكل عام بخصوص هذه الفئة ولكن هناك موضوع هناك مستجدات ربما بعض الأطراف لم تواكب هذه المستجدات المتعلقة بالأدوية وكذلك الأجهزة لقياس نسبة السكري في الدم على غرار ما يجري في الخارج والدول الأجنبية من خلال الاهتمام بأمور تقنية جديدة من خلالها يكون اهتمام أكثر بهذه الفئة من المصابين بداي السكري نتحدث عن جزء عن صنف من هؤلاء وهما الأطفال حقيقة أن الأطفال فيه تكفل من طرف أمن الدولة بهذه الفئة ولكن يبقى التقنية غائبة نتحدث عن ما يعرف بالفريستايل هذا الفريستايل هو جهاز قياس يوضع على كتف أو معصم البصاب خصوصا الأطفال يقيس هذه النسبة السكر في الدم بخلاف الإجراء المعمول به سابقا وهو عملية وضع ذلك القلم الذي من خلاله يأخذ عينة من الدم وتوضع في شريحة لمعرفة هذه النسبة هذا الأمر ربما يؤثر على أعضاء الأطفال الصغار كذلك من المستجدد في عالم التقنيات الخاصة بمرضى سكري هو ما يعرف بلابونت دانسولين أو المضخة الأنسولين وهي جهاز توضع بالقرب تقريب يعمل كما يعمل البونكرياس لحتى تكون هناك عملية جديدة وتقنية تواكب هذه التطورات في الجزائر للأسف هذا الموضوع يبقى بعيد عن المتناول بهذه الفئة سواء الكبار أو الأطفال ويتعاملون مع الوسائل التقليدية الأولى في قياس نسبة الدم هل يمكن أن تستفيد هذه الفئة من هذه الأجهزة المطورة؟ كيف ذلك؟ هل هي مكلفة إلى الحد الذي لا تستطيع الحكومة توفيره لهذه الفئة؟ وهل هذه الأجهزة متوفرة على مستوى صيدليات الخاصة؟ سنتعرض إلى أهم موضوع هو الفريستايل ومضخة الأنسولين وقضايا أخرتهم مرضى السكري في شهر رمضان الكريم لمعالجة هذا الموضوع مشاهدين الكرام يسعدني استضافة عطروت عبدالله وهو نائب رئيس الجمعية الوطنية لمصابين بداء السكري مرحبا بك سيد الكريم شكرا مرحبا على استضافة شكرا لقناة النهارة على الاستضافة قناة البلاد قناة البلاد سمح لي لقطة إذن سيدي الكريم نتحدث عن هذه الموضوع هل ترى أننا بحاجة إلى ما يعرف بالفريستايل ومضخة الأنسولين؟ شكرا قبل هذا وذلك باسمي وباسم رئيس الجمعية الوطنية لمصابين بداء السكري وباسم كل أعضاء الجمعية الوطنية لمصابين بداء السكري وبمناسبة اليوم الوطني لمرضى السكري تمنياتنا لكل مرضى السكري يعني حياة بدون مضاعفات إن شاء الله فيما يخص بهذه الأجهزة كنا نتكلم عنها هل الجزائريين بحاجة لها؟ نعم الجزائريين بحاجة ما سائلها وخاصة فئة الأطفال لأن فئة الأطفال نعرفه يعني الطفل مريض السكري يقيس حوالي 10 حتى 12 مرات في النهار يقيس صبعه وبما أن أصبع أولادنا صغار بزاف طفال صغار خاصة مرضى السكري اللي يكونوا نقصين النمو نوعا ما يعني على الأطفال على غير الأطفال العاديين اللي يكونوا نقصين في النمو راح يعني يتعرضوا بزاف لمعرضين وتعرضوا بزاف للوخز هذا الابرة تأسيل هذا الدرجة حتى الجلد التعهمي واللي ما يقدرش يتلقى الدم ولهذا يعني عندنا ملف على مشتوى الوزارة وضعناه ويطالب الوزارة ووزارة الصحة ووزارة تضاومن يعني باش ينظروا لهذه الفئة ويزودونا بهذا الجهاز هذا الجدو متطور اللي كما ذكرت أن يفن اسمه الفريسطاهي شحال ممكن عندك إحصائيات نسبة المصابين بيداء السكري في فئة الأطفال قبل ما تحطوا على الزاجيل نعم فئة الأطفال حوالي حتى إلى حد الإحصائيات الأخرى تقول حوالي حوالي عشرين حتى ثلاثين طفل يكون ممئس طفل مصابين بيداء السكري اللي متعرضين لتصابوا بيداء السكري نفصلوا في الجهازين أولا نتكلموا على فريسطايل هذا كما نقول فريسطايل هذا هل ربما قادر يعني باستطاعتنا أن نجيبوا هذا الفريسطايل ونمدوه للأطفال هل هو تراها غير مكلف أنتما وضعتوا هذا الملف على مستوى وزارة الصحة كيف كان رد وزارة الصحة نعم مدام دولتنا والحمد لله استطاعت أن توفرنا لزانسونين لتمنتح بعض رأي تسمى الناس كل المؤمنين يستفادوا من الأنسونين الحمد لله يعني دولة الجزائر الله يبارك يعني حاجة كبيرة عليها باش توفر هذا الجهاز هذا الأبناء يعني الأبناء هذه الفئة المعرضة يعني الفئة الصغيرة هذه اللي نتأسفوا لما نشوفه يعني يديهم هكذا كيف عمل تعالى فريسطايل هذا كيف يخدم يعني؟ هذا جهاز قياس نسب السكورت في الدم يوضعه هنا بلا ما نوخزه بلا ما نديره هو يعطينا نسبة السكور في الدم يعني مجرب في الخارج هذا بشكل طبيعي معمول به معمول به في كل الدول الأوروبية معمول به هذا الجهاز هذا نحن يعدنا مالوريزمون ما زال ما ما قلت ليش على مستوى للرد متع وزارة صحة لما وضعته الملف متى وضع هذا الملف؟ هو الملف وضعناه خلال الجائحة يعني كانت أمرات يعني لي فقط هذا الفريسطايل هذا كانت الجائحة كانت يعني لأنشغلت الدولة كبيرة من خلال هذا الجائحة هذه ولهذا يعني ما زال لم ننتقي الرد إلى حد الآن بسحفية يعني وعود بلو يعني وعود يعني ميش كيتابية أو لا ولكن إن شاء الله فيها خير وإحنا نزال نشتهدو ومازال يعني نحثوا يعني على الاستعمال هذا الجهاز خاصة للأطفال خاصة للأطفال بالنسبة للفريسطايل موجود في الصيدلات الخاصة يعني يجبوه؟ نعم نعم لا موجود عنا في الصيدلات يعني غير مستعمل في الجزائر بشكل عام يعني غير مستعمل في الجزائر مستعمل في خارج الجزائر كيف أشتكم الفكرة هذه أنكم يعني تطالبون لأنه لحد الأن ما دخلش الجزائر لأن الطفل في حاجة ما سلل هذا الجهاز هذا مقبل كنا كان مكاش مكاش مكيروكين في الدول الأوروبية نحن يعني من حق الطفل لا يستفيد من هذا الجهاز يعني على الأقل يستفيدون الأطفال على الأقل الأطفال نحن نقول الأطفال يعني هم اللي بالدرجة اللولة مهلوكين شوية وبالنسبة لمضخة الأنسولين كيف تعمل وهي ما طالبكم من هذا الجهاز مضخة الأنسولين هي توضع كذلك مثل الجهاز الفريستايز توضع مضخة الأنسولين وتنجيكة الأنسولين فيها ومن بعد هي تمد الأنسولين للكور على حساب احتياجات الكورش والبونكيريس الصناعي هي كيف بونكيريس طبيعي بونكيريس هذا مضخة الأنسولين عبارة عن بوكيريس استناعي نعطيه له الأنسولين وين تتحط هذا المضخة تتحط في باطن الكورش هنا عن طريق عملية يعني نعم نعم عن طريقة طيبة عن طريقة أخسائية اللي يحطوا هذا الجهاز هذا ماشنا بورت واحد يحطوا هذا الجهاز هذا مليح ونقدر نحطوه نقدر نديره بسح التريتموت تح الرياكتف تح اللي غالي بزاف وغير مؤمن وغير رموش ورمبورصه يعني المؤمن ما يقدرش يستفيد من التريتموت تحودي كل شهر اللي يتكلفوز جملايين تلت ملايين بالنسبة لهذا الجهاز هل هو موجود كذلك في الجزائر نعم هذا موجود وستعملناه يعني عدة أشخاص استعملوه ومن بعد فكيجات الجائعة وليا الرياكتف تفتعو ما يدخل وكتشبت في الجزائر حوالي ثلاث سنين يندقيا في الجزائر بالنسبة الجمعية هل مثلا وفرتوا هذه الأجهزة لبعض المرضى عندكم في الجمعية هي المستشفيات هما بالتنسيق مع الجمعية ليوفروا هذا ما من عملية قدرتوا نتعى المضخة في الجمعية باسم الجمعية والله ما عندناش إحصائيات تعال عمليات باسم الجمعية يعني فيها أطفال كثير ليستفادوا من هذا هل طبييا ربما أثبت تابت أن هذه المضخة تكون أحسن وتمد فائدة نعم تمد فائدة كبيرة وتكون أحسن لأن الجسم يأخذ ما يحتاجه من الإنسولين عبارة عن بونكرياس استيناعي وهو العائق الوحيد فيها هو الرياكتيف تريت متاحة يعني الانطوية تحغلي بزاف ما تكون في متناول الجميع وما رئيس شرامبورصادي وهل هي موجودة إذا كان صحها غير معوضة ولكن موجودة في الجزائر نعم موجودة يجيبوها الخواص نعم يجيبوها الخواص في غمص الخواص يجيبوها هل هذه كانت دمن المطالب التي وفعتوها الوزارة الصحة نعم هذا مطالب سواسية المطالبين أساسيين نعم إذا نتكلم على فريستايل نتكلم على مضخة الأنسولين فهمت عليك أن الأمور الأخرى موسوية الأنسولين عدواجد نعم لرياكتيف عدواجدين لبندلات عدواجدين يعني لا لدينا مشكل في هذا الأمر الحمد لله يعني لبندلات لزنسولين يعني الحمد لله المؤمن الاجتماعيين الحمد لله يعني مكفي يعني للدرجة كبيرة والغير مؤمنين اجتماعيين الجمعيات تكفل بهم يعني على مستوى التراب الوطني لأن كيف نقول الجمعية الوطنية تتكفل بمرضى على مستوى الوطني وتوفر لهم الأنسولين بشكل عادي جدا سيعة عبدالله ولكن تقريب هذه تقريب شهر فقط كان بعض يشتكي بأن البندلات مهمش كافيين ميمدلك الكمية لأن وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العامل لأنها هي اللي تتعوض هذه الكمية عادوا ما يعطوش كمية كافية وبالتالي هذه الفئات وطالب بحقها وحصتها من هذه المادة نعم هي الفئة اللي ما رايش تأخذ وهي طرحناها كذلك المشكلة هذا طرحناها الفئة اللي ما رايش تأخذ لبندلات تتاعها كاملين هي النوع الثاني السوكارينو على الأول يأخذ طريط موت كامل ويدي لبندلات تتاعه تحت 3 شهور كاملين وفق ما اعطلت ما سجلت بفلوسها وفيئة تانية هذه الفئة التي عندهم علبة واحدة في 3 شهور غير كافية تماما يعني كم قسموها على أسبوع تاست أسبوع ما تكفيش كل أسبوع يدير تاست ما تكفيش لهذا المشكلة طرحناها عدة مرات بإلحاح يعني نتمنى من الهيئات المعنية كاين هناك كذلك مطالب خصوص الأدوية الأخرى يعني لما المؤمن هذا بالسكري أكيد يعني ربيشة فيه ناس كامل ولكن فيها أمراض أخرى تانوية مع مرض السكري فيه مطالب تقول أو بعد الفئات تقول لك بللي نحن ما يعطونش هذه الأدوية غير معوضة هل أنتم كذلك تطالبون بهذا المطلب أدوية غير معوضة بالنسبة أدوية لأن الأدوية غير معوضة يعني يعطيها غير تعال السكر إذا كان عنده تعالت التنسي اللي عنده تعالج ريسطة ما يعوضوش عليها هذا هذه الأدوية غير معوضة يعني يعني كبرت الفاتورة بزاف ومريض السكري يعني الأدوية اللي يروا يأخذها مع الأمراض الأخرى اللي معاه يطاح له طريف ريفيرانس اللي يطاح لفاف لغدونانس ديالو اللي هو يعني مش كيمة واحد اللي ما عنده خلاص لسيرانس يعني هي عب على مريض السكري لكن يعني في أغلب الأحيان الفاتورات مع مريض السكري ما تكونش فيها طريف ريفيرانس نرجع إلى نشاطات الجمعية نحن على مقربة مش شهر رمضان معظم هذه الفئة يكون اهتمام بها أكثر لأن الصيام قد يؤثر هناك عقليات حتى لمريض السكري يقول لك نصوم بالنسبة لكم في الجمعية ما هي نشاطات في هذا المجال نعم تقوم الجمعية الوطنية المصاربة بداء السكري على مستوى الوطني على كل مستوى مكاتبها الوطنية بتوعي وتحسيس من مخاطر داء السكري وخاصة في شهر رمضان لأن أغلب الناس لا يمكن أن يتخلو على شهر رمضان رغم تحسيس بمخاطر السكري صيام مريض السكري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الجمعية الوطنية على كل المشتوى الطراب المغطني تقوم بحملات تحسيسية وتوعيوية من أجل بالتنسيق مع أخصائي التغذية والأطباء من أجل منع أو نصح إلى صحة تعبير مرضى السكري من عدم صوم شهر رمضان بالتنسيق مع الإمام والعطب وخاصة الفئة التي تأخذ لنسولين الجمعية الوطنية على مستوى الجزائر العاصمة لمقرة موجود حاليا في باب الواد ستقوم يوم 30 معرص بيوم إعلامي والتحسيسي مع مصلحة داء السكري لباب الواد ومصلحة الغدد ستكون الجمعية الوطنية حاضرة ومن هذا المنبر ندعو كل المرضى للحضور اليوم الإعلامي والتحسيسي المتواجد على مستوى مصلحة داء السكري لمستشفى باب الواد وش في هذا البرنامج اليوم الإعلامي يوم إعلامي وتحسيسي لمرضى السكري فيما يخص مريض السكري ليقدر يصوم كيف يمكنه الصيام كيف يأخذ وجبة السحور خاصة كيف يأخذ الأدوية في السحور نصائح الأطباء وخصائية تغذية لتوضيح كيف يتعامل مريض السكري النوع الثاني الذي يقدر يصوم مع شهر رمضان وكيفية غرش ثقافة لا صوم في شهر رمضان لمريض السكري النوع الأول يعني كالناس رغم مرضهم يصروا على الصيام نعم نغم مرضهم رغم مضعفات السكري إلا أنهم يصرون على الصيام وفاكتور المصر على الصيام لا تبدأ في شهر رمضان عندما ينقضي شهر رمضان ونخرج من شهر رمضان شهر شهرين يبدأ المضعفات على الصيام هذا الذي مريض السكري لا يكون يعرفها حتى من رمضان يبدأ ينكسي فيهم لهذا ننصح مرضى السكري بش يسمعون المصائد على الأطباء تحهم بزاف على ذكر الجائحة أستاذ عبدالله قلت بلي أن الجائحة وخرت حتى مطاربكم بالنسبة وزارة الصحة في الجهازين من جهة أخرى تشوف بلي أن هذه الاهتمام بهذه الفئة قل شوية في هذه الفئة في هذه الفترة الأمور عادية نعم لأن التركيز كان كبير على المصابين بكورونا اللي شفاهم عفوهم الله والأمور استعطلت في كل مجالة ليس فقط في مطالب نحن كل مطالب اللي خرج على الحواج لقصتهم الجائحة كانوا متؤخرين ولهذا يعني العام قدمنا طويل وإن شاء الله ياربين ننصب أذاني صغية لتكفل بهذا الفئة المحرومة صحة تعبير بالنسبة لموضوع اللقاح الخاص بكوفيد 19 هل أنتم مع الجمعيات نسقته مع وزارة الصحة يعني استفادت واستفاد بعض الفئة لأنها من أهم الفئة التي تلقح هي مرضاء السكاري هل استفادت من هذه اللقاح نعم استفادت استفادة يعني ما شاء الله في حتى أيام تحسيسية درناها يعني للمرضاء السكاري والمسينين خاصة من أجل أخذ هذا اللقاح وكان صادة كبيرة وكانت حتى الجمعية نسقت مع المستشفيات يخذوا يديروا هذا اللقاح هذا والحمد لله صادة كبير ومازال يعني حتى الضوك الناس رمي جيو وينسي ستيو بشي مركيو واللقاح ننصح به كامل يعني مرضى السكاري والله غير مريض السكاري المسنين يعني أخذ اللقاح يعني هذه حاجة اللي يستهنوا بها يعني نأخذ العبرة من الدول البرك الغربية اللي رأي تدفع فواتير كبيرة يعني بالأخير العمل الجمعوي في الجزائر خصوصا في هذه الفئات أنت أكيد يعني قبل ما تكون رئيس الجمعية ونائبرات جمعية أنت من مصابين بداء السكاري هل يعني هذه الجمعيات ساعدت هذه الفئة ولا يعني هي شعار فقط نعم الجمعيات ساعدت الجمعيات بشكل عام ساعدت بزاعة في الفئة هذه وساعدت الفئة الغير مؤمنة وحتى يعني في النصائح حتى في الأرشادات في الحوايج يعني لمرض السكاري ينفعوه بزاعة في الجمعيات والأعمال الجمعوي يعني شيء مقدس عن دربي سبحانه يعني أنا أسألتك هذا السؤال لأن الجمعيات دائما يمكن قولوا جمعية تبقى فيها بعض الإشكاليات فيها الأسئلة كل واحد كيف يدر الجمعية واشفل الفايدة منه وإن كان فيه اليوم يعني اتجاه إلى تنظيم هذه الجمعيات لأنه حتى الدستور أقر بها هل أنتم تلقوا إقبال يعني الناس يمنوا فيكم ويتعاملوا مع هذه الجمعية نعم حتى فيه محسنين اللي يعني يتقوا فينا ويعطيونا يعني شيء اللي ما تقدرش تصورها وتلحق للمريض يعني الجمعيات مش نقول الجمعيات ونقول يعني سامحهم الله الجمعيات كامل كيف كيف أنا يعني اسمحني عذر عن المقاطعة فضل يعني وش هو إذا كان هذا الاهتمام أنت تبارك وتتم من ذلك وشي المشاكل اللي ما زالت فيه العمال الجمعوي الخاص بهذه الفئات مرض الصراط عن السكاري الغدد إلى غير ذلك المشاكل اللي يعاني من هذه الجمعيات يعني المشكل العام يعني منه الجمعيات هو يعني الدعم لو لا المحسنين للجمعيات يعني ما المقرات وغيرها المقرات وغيرها الحمد لله يعني ما قرر عندنا الجمعيات أن الوقت سيديهم كلمة أخيرة سيد عبد الله قبل شهر رمضان بالنسبة للصيام وبالنسبة لها أولى الفئة التي طالبوا بالفريستايل والتي طالبوا ببدخة الأنسولين نعم نطلب من الهيئات المعنية نصيبه أذاني ساغية من أجل توفير هذا الجهاز خاصة لفئة الأطفال ونطلب من مرضى السكري ككل الاتباع نصائح الأطفال والأخصائي التغذية بأن لا يغامروا بصحاتهم خاصة في شهر رمضان شكرا لك سيعد روت عبد الله وأنت نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصابين بداية السكري على كل هذه التوضيحة شكرا مصول لكم مشاهدين الكرام كذلك على حسن تتبعكم لهذه الفقرة الخاصة بضيف الورفة ولكن فقرات أخرى ما تزال متواصلة مع بقية الزملاء ابقوا معنا